السؤال الأولاني في الواجب كان بيقول القضاء على الحشائش المائية في الطرع والمصارف يدل على لو شلت الحشائش الموجودة في الطرع والمصارف هيدل على كفاءة اسلوب الري ليه؟ لأن احنا اتفقنا مع بعض أن الحشائش المائية بتؤدي لإهدار كميات كبيرة من المية أنا كده هوفر كميات كبيرة من المية وهحافظ على الطرع والمصارف بتاعتي يبقى أنا كده برفع من كفاءة اسلوب الري لإني بقلل من كمية المية المستخدم سؤال التاني ترجع أسباب أزمة المياه في الوطن العربي زعلتني الإجابات بتاعتكو لأن كان نفسي أن حد يجاوب السؤال ده بزداد صح ترجع أسباب أزمة المياه في الوطن العربي إلى إنشاء السدود وسوق الاستخدام السدود بتوفر المياه مش بتهدرها فمستحيل أن يكون ده الاختيار من ضمن الأسباب وسوق الاستخدام لكن مش إنشاء السدود هل الموقع الجغرافي والموقع الفلكي وبالفعل هي دي الإجابة يا جماعة ليه الموقع الجغرافي والموقع الفلكي موقع الجغرافي للوطن العربي كان سبب إن معظم أنهار الوطن العربي تنبع من خارج أراضي والموقع الفلكي بتاعي جعلني في إقليم مناخي صحراوي جاف فبتقل فيه كميات الأمطار فبيهقدي إلى وجود أزمة مياه يبقى أنا عندي الموقع الجغرافي أدى إلى وجود أنهار تنبع من خارج أراضية الموقع الفلكي أدى إلى وجود في إقليم صحراوي جاف وبالتالي قلت كمية الأمطار الموجودة عندي هل الموقع الفلكي والمساحة مساحتي مش هي المشكلة بالعكس أنا مساحتي كبيرة مشكلة إن المساحتي مش قد من المياه بتاعتي يبقى مشكلتي مش في المساحة تلوث المياه ومساحة الدولة اتفقنا مع بعض إن المساحة مش هي المشكلة السؤال اللي بعده لتحقيق الأمن الماء في دولة العراق تحتاج إلى بصوا يا جماعة العراق عندها نهر دجلة ونهر الفرات وإحنا اتفقنا إن هما أنهر تنبع من خارج أراضيها يعني بتنبع من دولة تانية واتفقنا عندنا نهر زي نهر دجلة بينبع من دولة تركية فالعراق علشان خاطر توفر كمية كبيرة من المياه لازم إنها تساعد في تحقيق التعاون مع الدول المجاورة لها بإنها تعمل معهم علاقات طيبة علشان يسمحولها بكميات كبيرة من المياه يبقى الإجابة بتاعتي تحقيق التعاون مع الدول المجاورة علشان قاطر يسمحوا لها بوجود كميات كبيرة من مياه في الأنهار السؤال اللي بعده ساعد إنشاء خزان أسوان على؟ يا ترى خزان أسوان ساعد على إيه؟ هل تغيير التركيب المحصولي؟ لا طبعا لأن أنا ما غيرتش المحصيل بتاعتي علشان خزان أسوان بالعكس ده ساعد على توفير كمية كبيرة من المياه اللي كان بيتم إهدارها هل ساعد على نشر الوعي المائي؟ هل ساعد على استخدام طرق غير تقليدية؟ ولا رفع كفاءة إسلوب الري؟ طبعا الإجابة بتاعتي هي رفع كفاءة إسلوب الري ليه رفع كفاءة إسلوب الري؟ لأن خزان أسوان هيؤدي إلى استخدام طرق من الري وإنشاء الطرع وإنشاء مصارف وإنشاء السدود بالتالي ده بيساعد على توفير كميات كبيرة من المياه توفير كمية كبيرة من المياه وتقليل الكمية اللي بيتم إهدارها يبقى ده بيرفع لي من إسلوب الري السؤال اللي بعده تأتي الاستخدامات الزراعية في مقدمة استخدامات المياه في المنطقة العربية بتستخدم الأنشطة الزراعية 88.7% من الموارد المائية المتاحة إم اقترحتك لتقليل كمية المياه المستخدمة في الزراعة زي ما بعض الطالب طلبوا مننا أن نكتب الإجابة بتاعتي الأسئلة المقالية فإحنا فعلا كتبنيها استخدام الراي بالرش والتنقيد بدل من راي الغمر نشر الوعي لدى المزارعين عن طريق إعطاء دورات تدريبية لتقليل كمية المياه المستخدمة في الراي ترشيد استهلاك المياه تغيير التركيب المحصولي سن قوانين لمنع راي الغمر سؤال لبعده يقدم نسيب الفرد من موارد المياه العزبة في الوطن العربي 727 متر مكعب ما الدور الذي يجب أن تقوم به كمواطن عربي لزيادة تحقيق الأمن المائي دوري أنا كمواطن إيه؟ دوري رقم واحد أعمل ترشيد للاستهلاك أنا عندي أقوم بإصلاح السنبور عندي وأقفله علشان أقلل من كمية المياه اللي بيتم إهدارها أمنع إلقاء المخلفات داخل المياه وداخل الأنهار أعمل نشر لدى المواطنين لما قلنا اتفاقنا مع بعض لما لقي واحد من المواطنين بيرش مياه في الشارع أنصحه لما لقي طفل مش فهم وبيفتح الحنفية كتير أبدأ أن أنا أفهمه أبدأ أني أعمل ملصقات إعلامية وحطها في الشارع أو حطها في المدرسة الزمائلي وفهمهم أن فتح الموية كتير أو إهدار الموارد المائية ده يعود علينا كلنا بالخطر فيما بعد